أم عوف من السعودية سألت بالأمس تقول ما حكم قراءة سورة البقرة كل ليلة أختي أم عوف بارك الله فيك ورد في فضل قراءة سورة البقرة أحاديث منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا وقال عليه الصلاة والسلام فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان لأن المسلم لا يجوز يصلي في المقابر ما يجوز يصلي في المقابر يعني قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني صلوا في بيوتك ثم قال والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اقرأوا البقرة فإن أخذها باركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة وأيضا ورد في فضل قراءة البقرة وآل عمران نصوص كثيرة فهنا يأتي الترثيب طيب هل الإنسان إذا قرأ سورة البقرة هجر بقية السور هجر القرآن نقول أخطأت يعني إذا كان قراءة سورة البقرة يؤثر على قراءة بقية سورة القرآن نقول لا أخطأت هذا هجر للقرآن فهنا يقرأ أحيانا و يترك أحيانا يعني يقرأ في يوم و يكمل قراءة القرآن و لا يهجر القرآن الأمر الثاني إذا كان لا الرجل أو المرأة يقول لا الحمد لله ما نهجر القرآن يعني مثلا تقولين أنا والله أقرأ سرة البقرة في ظرف ساعة مثلا ساعة و ربع و أنتهي منها و لله الحمد و أكمل قراءتي أكمل ختمتي أكمل شيء ما في ما يمنع و لله الحمد و لذلك بعض الناس قد يفهم من كلام بعض العلماء بأنك لا تقرأها يوميا لأنه يؤثر على ختمة القرآن أو يقود إلى هجر بقية سور القرآن فإذا كان عند الإنسان قدرة و استطاع يقول لا أنا عندي قدرة أقرأ البقرة يوميا و الحمد لله أكمل ما في بأس لأن هذا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة و السلام